ترأس سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزري العربي للسياحة وفد مملكة البحرين في أعمال دورة الرابعة والعشرين للمجلس الوزري العربي للسياحة الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وأكد الزياني أن مملكة البحرين وخلال ترأسها للمجلس الوزري العربي للسياحة خلال العامين الماضيين بذلت كل الجهود الممكن من أجل تطوير أداء هذا المجلس وتفعيل دوره في تعزيز العمل العربي البيني المشترك في القطاع السياحي وتحفيز هذا القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها نتيجة لجائحة كورونا وأنوه الزياني بحرص القائمين على القطاع السياحي في الدول العربية على دعم مبادرات مملكة البحرين في هذا الإطار مؤكدا حرص البحرين على مواصلة قيامها بهذا الدور الفاعل من خلال المجلس الوزري العربي للسياحة داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل زيادة ثقة السياح والزوار من حول العالم بإجراءات الصحة والسلامة التي تعتمدها هذه الدول معتبرا أن توحيد الإجراءات والمعايير في قطاع السياحة والسفر سيكون له أثر إيجابي مهم في سرعة تخفيف قيود السفر وتعزيز الحركة السياحية ترجمة نانسي قنقر